إيه؟ بالشركة من شركات دادي هاي واضح لكل اللي ما بيعرفوني أنا دريدة خليل حلوة وكذابة اللي هلأ بعيروني بالكذابة أنا هون فوق فوق إيه هلأ طاخبي مسلة من عمر 16 سنة وقفت الأول مرة قدام الكاميرا تمثيل شغفة بالحياة بنفس الوقت بغنة عم تشتغل على أغاني مع ميوزيك فيديو فيهم رأس إذا بديك ما بفضل بس أنه أكيد الأيام طبعي أني أوصل الغنى مع تمثيل مع الرأس بنفس الوقت يمكن لأنه خدت تجربة Dancing with the Stars حسيت أنه لقيت حالة هناك كمانا بـ Celebrity Duets قلعت وقدمت لوحات كثير حلوة بيام الجامعة وقفت بمسلسل Light Comedy هي قبلشت اسمه 50-50 وأخدت دور بنات معظومة كثير وحركة وأكتب ويعني مع كثير من المسلين اللي هلأ كمانا هني من أهم المسلين عنا بلبنان أنا ربيت بعيلة طبيعية أخواتي أهليتي رايبيني لما تحياتنا بيختلف عن الضمان اللي أنا عيشته وأنا اخترت شوي شي مختلف وصعب ما بيشمهني أبداً لأنه اعتبرت إنه هيدا تحدي لقلي وكيف ومن أنا وصغيرة كان دايماً عبالي كون بدي برهن حالي بدي فرجي إنه أنا الشاطرة الزكية يعني بدي فرجي كل شي حالو مني الله وفقني بس دايماً بيقول بيني وبين حالي لأنه الله وفقني ما بنسى أنا الباز تبعي ما بنسى ولا ببعد عن التقليد والقصص وكل شي أنا ربيت علي الأدوار اللي أنا بخدها بختلفة عن شخصي كده لي دا وكل دور يمكن بعطي حقه زيادة مثل ما أنا بشوفه من وجهة نظري بس طبعاً ما بيخدوا معي على البيت أنا مني شاكة أنا متأكدئ إنه هي اللي قتلته سر من أجمل مسلسلات اللي خطع بحياتي أول شي فضل الكتير كبير للمنتجين نحن الزايدان وسامح مكدي على هيدا الفرصة لأنه فكروا فيه لبطلي لهيدا المسلسل تعرفي بيقولوا إنه الزوجة اللي عم ترقص للزوجة بهاي الطريقة بتكون بتحبه بس هني المؤايلين إنه لما ترقص لحاله وبيكون جوزة مختفي شو هادب يعني؟ هي بدأ دراسة بدأ تحليل ما هيك؟ أنت أين كتن ما أختفي كل هالفترة؟ بالفعل وجود ممثل قدير يلي هو جوكر الدراما بسام قوسا كان حلم إنه شاركوا البطولة بهيدا العمل عنا كثير نجمات نفتخر فيهم بلبنان منهم نادين جيم منهم سيرين عبد النور وحتى هيفا يلي هي آيكون لكل الصبايا يعني كل نجم عنده جمهوره بالتالي ما حدا بياخد من درب حدا يعني الدور اللي أنا هاخده أكيد رح ألعبه بطريقة مختلفة عن أي نجمة لبنانية ثانية وقتم نكون سوا هي بمطرحة وأنا بمطرحة وعم نعمل مسلسل أكيد رح نوصل أسرع لقلوب الناس طبعا نادينوا سيرين براكولي على مسلسل سر واتمنوني التوفيق وأنا بيدوري بتمني لهم انتوفيق برمضان وأكيد نطرينهم طبعا ما حدا بيرفكت بمعنى بعرف إنه الأغلاط اللي عندي أكتر بكتير من الصفات الحلوية فبلش فيها أنا حدا بيعمل رياكشن بسرعة إذا حدا زعلني بعصب أكيد متل كل شخص فيكن بزعلوا بحرد متل أولاد الصغار ما بحقود ما بنقوم على حدا بس أكيد بعيد وانز حدا قرب إزاني أو إزا كرامتي من الإشي الحلوة بحس إنه بحب الحياة حدا متفائل دايما بتطلع لقدام وطموحات كبيرة ودايما بحب أقدم الأفضل أكتر شي بحبه موجود بحياتي هنا الناس البوزيتف مش فيك الحقيقية يلي بكونوا ريال سبورترز بحياتنا وما بيكذبوا علينا ما بحب الكذب بدي أخبركم إنه أنا يوم من الأيام كنت بنت عادية كان عنده أحلامي وأحلامي كنت صغيرة وما كتعرفي حالي بحياتي رح أوصل لهون وما كتعرف إنه معه صير مشهورة وطلع على تيفي والناس تحدني وتتفاعل معي ويصير عنده فان بيس قوي كتير مشين هيك بآمن إنه كل شخص فيكن رح يوصل للحلم يلي بيطمح له شرط يكون حقيقي وطبيعي ويكون على حقيقته شكرا